أتت الحرب على كل شيء في البلاد بعد أن أدى انهيار قطاع الصحي إلى انتشار أمراض الكوليرا وحم الظنك ومؤخراً فيروس غرب النيل الفيروس الذي يظهر لأول مرة في البلاد بات يهدد حياة الآلاف من الأطفال بعد انتشاره في محافظة تعز مصادر صحية أكدت تسجيل عدد من المصابين بالمرض أثناء تلقيهم العلاج في مراكز صحية بمدينة تعز غير أنه لا توجد حتى الآن إحصائية محددة حول عدد المصابين ووفق منظمة الصحة العالمية فإن الفيروس الذي ينتقل إلى البشر عن طريق لدغات الباعوض الحامل للعدوى يمكن أن يتسبب في الإصابة بمرض عصبي في الأثناء يواصل وبأ حم الظنك يواصل وبأ حم الظنك انتشاره في المحافظة ما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص وتسجيل عشرة آلاف حالة يشتبه إصابتها بالوباء منذ بداية العام الجاري 2019 وفي محاولة للحد من انتشار الأوبئة التي تجتاح محافظة تعز قام مكتب الصحة بالمحافظة بحملة رش ضبابي لمكافحة الباعوض في مختلف أحياء المدينة وأمام ما يعانيه البلد من أزمات إنسانية وصحية عديدة تقف الحكومة الشرعية والتحالف عاجزين عن وضع حلول للانهيار الصحي في البلاد والذي يتفاقم من يوم إلى آخر بسبب الحرب المستمرة منذ خمسة سنوات